السلام عليكم سؤال اكتشفت نزوجي نرجسي من حسب المعلومات التي استخدمتها تعلمتها هل أطلب منه الطلاق أنا لا أحث على الطلاق ولا أشجع عليه ولا شيء طبعا من هذا القبيل كل إنسان حالة فردية منفصلة عن الآخرين لازم يدرس الحالة كلها كاملة مع بعض هذه السلسلة هي للتوعية اللي معرفة إنه هذول الناس اللي نرجسين عندهم أسلوب معين معروف جدا كتبوا عليه كتب معروف يعني لدرجة مفضوحة معرفة كيف فمعرفة إنه كيف يفكر كيف يتصرف خليناها إحنا كمان نتحكم في الردات فعلينا بشكل أفضل بدل ما نجن نعرف إنه هو قاعد يحاول يجن لنا بدل ما نعصب نعرف إنه هو قاعد يعمل كذا بس عشاننا نعصب فمعرفة الشيء مهمة جدا في كيفية الردات فعلينا وكيف التحكم في الردات فعلينا في حالات طبعا حتكون فيها أطفال فيها حتكون مثلا كذا كيف إحنا نتعامل معه هل الموضوع يكون أكثر دراسة الواحد ما يستعجل فيه الآن عشانه بس هو نرجسي لازم أنا أتركه في ناس كثير عاشوا مع نرجسين ورب عيالهم ما شاء الله سبارك الله أحسن تربية والعيال طلعوا سمام حد كبير فالواحد يدرس حالته بنفسه ويستشير من أهل الخبرة وأهل الدين وأهل الحكمة في الموضوع لا يستعجل فقط عشانه والله نرجسي أنا لازم أتركه ممكن تتركينه الانحين وتروحين تعيش في الشارع ممكن تروحين الانحين تعيشين الله أعلم في ملجأ وأنا في ترجمة يعني ترجمت النساء كثير يعني راحوا على ملجأ وحالتهم تبهذلت أشد البهذلة في فكرة أنه مثلا القانون الأمريكي ولا البريطاني ولا الكندي راح يحميها في حيان هي وصح فيه نوع من الحماية لكن مش هي اللي أنت متصورتها في أشياء كثيرة يعني لازم تعرفينها يعني إذا حتى تحبون تسألوني أنا سألوني أنا ترى يعني متطلع على القوانين تقريبا في كل البلاد لأنه بسبب الترجمة الدولية فهمت علي فالواحد لا يستعجل يبحث في الأمر وكذا الآن أنتوا عرفتوا كثير من الأسليب النرجسي خلاص تعرفون كيف تردوا عليه الآن عرفت كيف بالذات أنه هو عنده أصلا يعطيكم صمت العقابي الصمت العقابي بعد يدوم أسبوع أسبوعين ثلاثة بدل ما تكوني مع الصباح روحي من بسطي وعيش حياتك وفي اللي يعني أقولهم وطوري نفسك واشتغلي على نفسك وكذا لا توقدي أن تنتظري متى هو يرد عليك خلاص ففي لكل أسلوب من أسليبه طريقة تعامل صحيحة معه إذا طبعا أنت مضطرة تعيشي معه إذا مش مضطرة تعيشي معه وإنت تقدري تحملي نفسك ومسؤوليتك بعد الطلاق طبعا أكيد تقدري تتعمل هذا الشيء هذا أظن يرجع لك أنت صح؟ لا تستعقن أنت أفضل أكيد لكن لو أنت مضطرة